وصفتنا اليوم الكبسة الدمامية شايفين شكلها يا السلام نشوفها الطريقة هنا عندي القدر أنزل على البصل بدون زيت نحمسه لأنه يبدأ تحمر نضيف عليه شوية موية بعدها نضيف نص ملعقة كبيرة سمن بعدها نضيف الفلفل الباردة الأحمر يحطيننا كامرة حلوة مع الرز نحمسه كويس مع بعض بعدها ضفت الثوم ونحرك لأن تطلع ريحته نضيف ملعقة كبيرة معجون طماطم نحمسها مره كويس بعدها نضيف الطماطم مقشر ومقطع نحمسه كويس لأنه يبدأ يذبل الطماطم نضيف البهارات حكت بالكمية بالوصف ونحمسه كويس نضيف البهارات الصحيحة بعدها نصب الماء الحارة بعدها نضيف الدجاج بعدها نضيف الكزبرة شايفين بعد الطريقة ونغطي القدر نخلي الدجاج جيستيو حسب حجمه بعدها نصلح الكوشنا هنا عند البصل قطعت المربعات ونحمسه بدون زيت لأنه يتغير لونه شايفين يصير بهذا اللون بعدها نصب عليه شوية موح ونحرك لأنه يبدأ يذبل البصل نضيف نصم ملعقة سمن ونحرك بعدها نضيف البهارات ونحركهم كويس مع بعض آخر شي نضيف قطعة زبدة بتعطينا نكهة مرة حلوة مع البصل شايفين كده البصل عندنا صار جاهز نضيف عليه آخر شي شوية كزبرة ونحرك شايفين كده عندنا الكوشنا صارت جاهزة يا سلام هنا عندنا الدجاج بعد ما اجاز بناخده في صينية بنقطعه على اثنين يا سلام وهنا عندنا الرز مقصوله منقوع نصف ساعة بنضيفه على المرق وعلى نار عالية نخلي الرز يطبخ شايفين هذا مقتار المرق مع الرز هنا عندنا الدجاج بنيدهنا بشوية زبدة أو زيت ومديكم بمعجون طماطم وعلى الفرن من فوق ومن تحت يتحمر هنا عندنا الرز بعد ما تشرب كل السوائل نضيف الفلفل نضيف الكوشنا اللي سويناها ونغطي القدر على نار هذه ربع ساعة لنستوي الرز وكذا الرز عندنا صار جاهز يا سلام والدجاج كمان شايفين شاكله بعد نشيل الكوشنا اللي سويناها على الجم ونغرف الرز في صحنة تقديم شايفين شاكله بات الروز يا سلام آخر شيء الكوشنا وبجنبها الدجاج يا سلام وكذا كبزتنا جاهزت و بالعافية شايفين شاكله